مؤتمر للشباب برعاية الأمم المتحدة شهدته إحدى قاعات تربية ديالة ضمن سلسلة من المؤتمرات تشهدها ثماني محافظات عراقية برعاية أممية كيف راح يكون هناك مصالحة مجتمعية وكيف راح يبني الشباب المجتمع وكيف يتخلص من الأزمات فهو اليوم في صدد تفعيل دور الشباب بالأساس المؤتمر اليوم الذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة اليونامي وجمعية الأمل العراقية يهدف إلى التعايش السلمي تشارك به عدد كبير من الشباب تقريبا يتراه أدادهم مئتين شاب من جميع أقضية المحافظة المشاركون يمثلون مختلف المناطق والمكونات أما الهدف الرئيس الخروج بتوصيات شبابية تتبنىها الأمم المتحدة ستطرح على الحكومة المركزية وأصحاب القرار قريبا فضلا عن تفعيل دور الشباب في المصالحة المجتمعية والخلاص من أزمات البلاد وبناء عراق مستقر خلال مرحلة ما بعد داعش من القومية الكردية شاركنا في هذه المؤتمر الذي يجمع مختلف طوائف ديالة والقومياتها الهدف الأساسي من هذه المؤتمر هو آيش السلمي في محافظة ديالة وما بعد حرب داعش ما نسعى له خلال هذا المؤتمر أن يكون صوت الشباب مسموع لدى الحكومة العراقية رؤية الشباب مهمة يوم ما رد نعتمد على رؤية السياسيين فقط ما رد نعتمد على رؤية الأحزاب فقط الوفد الأممي برئاسة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق أكد على أهمية إعطاء الدور الأكبر للشباب في المصالحة المجتمعية وتوفير فرص العمل إليهم سيما في المحافظات الساخنة فضلا عن برنامج لإعادة العوائل التي شردتها الحروب سوف نقدم هذه التوصيات إلى الحكومة حتى تكون هناك صورة واضحة لدى سيد رئيس الوزراء ولدى آضاء الحكومة ولدى أصحاب القرار من الطبقة السياسية ما هي متطلبات العمل من زاوية رؤية الشباب تجريم الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة وإلغاء اللقب من المستمسكات الرسمية وتفعيل مواد الدستور وإشراك الأقلية في الأنشطة المجتمعية مع إنشاء مراكز متخصصة لحل النزاعات وتقليل سن المرشحين للمناصب المهمة هي أبرز التوصيات نزع السلاح وحصره بيد الدولة يا أخي والله صعبه أشوف مدني خليله إحنا مسدس ويمشي وين التعايش مكافحة الإرهاب لا تنحصروا بالقوات الأمنية فحسب فللشباب ومؤتمراتهم دور بارز في مواجهة التطرف والقضاء عليه من مديرية تربية ديالة وسط مدينة بعقباد العنبقي الحراءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر